إنسان يكون عنده يقين بأن الله سيستجيب والله إذا ما استجاب إما يستجيب بعين ما تطلب وإما يستجيب بغير ما تطلب وإما لا يستجيب أصلاً ولكن يدخر لك ثواب عدم الإجابة في الآخرة إما يستجيب بما تطلب يا رب يعني إشفني فيشفه يا رب وفقني للشيء الفلاني فيوفقه وإما يستجيب بغير ما تطلب أنت طلبت شيئا معينا ولكن حدث شيء آخر أنت طلبت مثلا نجاح الولد فرصب طبعا وال فين كده ربنا ما أجابش دعاء لا أجاب الدعاء بأن رفع عنك بلايا أنت لم تعلمك أو ربما حفظ الولد من مرض ربما حفظ بالضبط رفع عنه مرضا رفع عنه حادثة ربما كانت تعجزه عن القيام بحياته ونحو ذلك إذن من الشرط أن أدعو بالشيء وربنا يستجيب لي يقول يا دنا دعيت وربنا ما استجابش لا أنظر إلى فضل الله من النواحي الأخرى أنظر إلى فضلي أن أجرى ذكره على لساني